اشتركوا في القناة اول حاجة عندي هسلق الماكرونا هنا عندي مية تغلي وهضيف عليها معلقة كبيرة من الملح وعندي هنا حوالي 300 جرام من الماكرونا اقلبها كويس علشان ما تلزقش في بعض ومش محتاجة اضيف زيت الزيت ينفعني بس في الماكرونا لسباكيتي غير كده الزيت بيطفع على الوش وما يعني ملوش اي لازمة بعد كده هنا عندي في الكبه هضيف ثلاث فصوص كبار من الطوم ومعاهم تقريبا قرن فلفل وهنا في الحلة وطبعا معها فرمهم كويس وبعدين هاجي في الحلة هحط هنا عندي حوالي اربع معالق كبار من الزيت الماكرونا بتحب الزيت جدا وبعدين هضيف عليها التوم والفلفل اللي انا ضربتهم مع بعض الماكرونا الايطالي يا جماعة ابدا ابدا مش بالبصل بالتوم هي اينا ما فيهاش فلفل هو الفلفل اضافة من عندي ولكن الماكرونا الايطالي بالتوم فقط انا هنا عندي بقى هبدأ احمر الفلفل مع التوم كده على نار تكون هادية جدا انا مش محتاجة حروائه بعد كده طعمه يغير لازم النار تكون هادية لحد ما يوصل معايا لدرجة اللون الجميلة اللي قدامي دي بعد كده هضيف صلصة الطماطم والافضل ان الماكرونا تتعامل بصلصة الطماطم لان عشان تديها لون احمر كده وحلو اما لو انتي هضيفي عصير طماطم فانتي هضيفي العصير عادي وتسبيه لحد ما يتسبق انا هنا بقى صلصة الطماطم مش هفكها بمية كده علشان تدوب معايا لأ انا هنا عندي مرأة او شربة لحمة اي شربة بقى متوفرة عندك شربة فريخ شربة لحمة حطي منها كوباية بالرغم انها صلصة والمفروض انك تحطي بس معلقتين صغيرين من اي سائل علشان تفكيها ولكن برضو احنا هنسيبها تغلي وتتسبك علشان يكون طعمها حل هنا انا فكتها كويس بالشربة وبعدين حطيت نص معلقة صغيرة من الملح وكمان نص معلقة صغيرة مليانة من السكر وده مهم جدا مع صلصة الطماطم وحطيت كمان معلقة بهارات مشكلة ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود واهم حاجة عندي هنا بتديني طعم حلو قوي رحان مجسس ولو عندك رحان فريش هيكون حلو جدا 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 هتقطعيه صغير وكمان هنحط فوق الوش رحان هنحط فوق الوش لو الريحان فريش اما بصراحة انا مش متوفر عندي الفريش دلوقتي فحطيت الرحان المجسس ووطي عليها بقى واسيبها تغلي كده لحد لما تتشرب المرأة او الشربة اللي انا حطتها وبعدين ترجع لي بقى تاني تقيلة كده بالشكل ده انا هنا بقى هاخد منها جزء كده علشان يتحط فوق الوش طعمها بيبقى تحفة بجد الناس اللي ما بتحبش المكارونة بالطوم بجد جربوا الطريقة دي روعة بعد كده بقى هنا عندي هبدأ اضيف المكارونة بتاعتي بعد ما تسلقت وما تبقاش مسلوقة قوي يا جماعة تبقوا التعليمات اللي مكتوبة على الكيس علشان ما تتهريش هبدأ هقلب كده وتكون النار وطية جدا انا مش عايزاها لا تتلسع مني ولا انها هي مثلا غطي عليها تستوي لا انا بس هقلب تقلبتين وبعدين هضيف معلقتين زيت كده فوق الوش يدوها لمعة حلوة قوي شايفين بالشكل ده ويدوب دقيقة واحدة على النار وهطفي مباشرة انا ما بسيبش المكارونة كتير على النار بعد كده هبدأ بقى اني اغرفها شايفين حلوة قوي قوي ما بتتسبش كتير على النار علشان الصوس اللي انا حطاك جميل ده ماينشفش طول ما بتسبيها على النار بعد ما بتحطيها في الصوس الصوس هينشف وماش هتبقى فيها اللامعة الحلوة دي بعد كده بقى هبدأ اخد من صوس الطماطم اللي انا سبته على جنب واحط فوق الوش كده بالشكل ده بجد فضيع حلوة قوي والرحان مع الطماطم بصراحة روعة شايفين شكلها يا جماعة حلوة قوي 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 وطعمها طحفة بجد جربوها اللي ما بيعملش بجد المكارونة بالطوم فايتو كتير قوي 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 حلوة جدا 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 وبالهنة والشفة اشتركوا في القناة